اشتركوا في القناة الجمهورية يعزي في وفاة وكيل وزارة السياحة رئيس الوزراء يعقد اجتماعا في مأرب مع قيادتين وزارة الدفاع وهيئة الأركان والقيادات العسكرية محافظ حضرموت يصدر القرار رقم 82 بشأن تشكيل لجنة لحصر أضرار السيول بمديرية تريم برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة نقل التوأم السيامي للعلاج في المملكة عبر طائرة الإخلاء الطب السعودي مشاهدنا العزاء نحييكم ومن المقدمة لتفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزا ومواساة في وفاة وكيل وزارة السياحة أحمد البحيح وأشار الرئيس الجمهورية إلى مناقب الفقيد الوطنية معبرا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة وأقارب الفقيد بهذا المصاب الأليم سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب لتدارس مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والتنموية والخدمية وأليات التكامل على المستوى المركزي والمحلي لتجاوز التحديات القائمة وفي مستهل الاجتماع نقل رئيس الوزراء إلى قيادة وأعضاء السلطة المحلية تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمنا الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن وتناول الاجتماع على وضاع الإنسانية للمدنيين والنازحين على ضوء الهجمات العسكرية المتصاعدة لميليشيات الحوثية الإنقلابية على مخيمات النازحين وما نفذته السلطة المحلية من برامج الإيواء والإغاثة إضافة إلى الأوضاع الميدانية في جبهات القتال وأهمية حشد الدعم الحكومي ومن الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المعركة المصيرية على طريق إجهاض المشروع الإيراني واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب بدوره أوضح محافظ مأربا لواسلطان العرادة بأن زيارة دولة رئيس الوزراء تأتي بهدف الإطلاع عن قرب على الاحتياجات والعمل على تلبيتها وفق الأولويات عقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا ضم قيادتي وزارة وهيئة الأركان العامة وعددا من القيادات العسكرية ومحافظي المحافظات لمراقشة الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال والدعم والإسناد الحكومي والشعبي المستمر لهذه المعركة المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب وطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ضم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة قايد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز على تقارير حول أحوال المقاتلين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين يسطرون ملاحم أسطورية ضد ميليشيات الحوث الانقلابية في أطراف مأرب كما استعرض عددا من التقارير حول الأوضاع في مختلف جبهات القتال والدعم والإسناد اللوجستي المطلوب بشكل عاجل وأنبوها رئيس الوزراء بأن المعركة ليست معركة مأرب بقدر ما هي معركة استعادة الدولة بأكملها وسننتصر حتما كما انتصرنا مقبل معبرا عن جزيل الشكر والإمتنان للأشقاء في تحالف دعم شرعية بقيادة مملكة الحزم والعزم نظير دعمهم للمقاتلين في ميادين الردى موجها وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة بالتركيز على تنظيم الجيش كأساس مهم في سياق المعركة هذا وتحدث وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية في الاجتماع حيث أطلع رئيس الوزراء على مختلف المستجدات في ميادين البطولة والحرية والكرامة أكد رئيس الوزراء أن مأربة تسجل دائما في تاريخ الجمهورية لحظات فارقة وهي تكتب الآن ملاحمة بطولية للنصر وعلى صخرتها تنكسر أوهام ميليشيات الحوث الكهنوتية ومشروعها المدعوم إيرانيا على طريق استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وأوجه رئيس الوزراء لدى ترأسه في محافظة مأرب اجتماعا مشتركا لقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة تحية إجلال وإكبار لكل المرابطين في كل وادي وجبل وسهل دفاعا عن الجمهورية وعن الدولة في أهم معركة من معارك الجمهورية ناقلا للجميع تحيات فخمة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه وتقديره لكل الجهود التي يبدلونها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن وأشار إلى أن وجوده بينهم وفي هذا التوقيت هو شرف للوقوف على الملاحم البطولية والأسطورية التي تسطرها مأرب بتكاثف من جميع أبناء الشعب حتى تحقيق الانتصار الكبير باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الكهنوتي وأكد الدكتور معين عبد الملك أن على صخرة مأرب تكسرت أوهام الكهنوت في 2015 والآن كما تكسرت في الضالع وتعز وتهام والساحل الغربي وفي البيضاء والجوف وفي كل مكان مشيرا إلى أن من راهنوا على ضعف مأرب بعد استشهاد اللواء الركن عبد الرب الشدادي كانوا واهمين بل تجسدت روحه في ألف رجل وألف قائد ولفت رئيس الوزراء بأن تعاطي الحكومة الشرعية مع السلام هو إثبات للعالم أجمع أن المشكلة هي في ميليشيات الحوثي والخلل في هذه الميليشيات والتي تدعو كل يوم للموت زار رئيس الوزراء مشروع المحطة التحولية لخطوط النقل وتصريف الطاقة الكهربائية بمحافظة مأرب والهادفة إلى استكمال ربط مدينة مأرب وضواحية بمحطة الكهرباء الغازية واستمع الدكتور معين عبد الملك من القائمين على المحطة إلى شرح عن خطة إنجاز المشروع وبدء العمل فيه بعد وصول المحاولات والمواد الخاصة بمشروع توسعة محطة مأرب التحولية للطاقة الغازية ومحطتي تصريف الطاقة وبطاقة إجمالية قدرها 126 ميجا بولت لترتفع الطاقة الغازية التي تغذي محافظة مأرب إلى 166 ميجا وات وأشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنجاز المشروع وفق الجدول الزمنية المحدد وتقيد بالمواصفات المنصوص عليها في المخططات والتصاميم لافتا إلى آمية هذا المشروع الاستراتيجي والهام باعتبار الكهرباء أساس لتحقيق التنمية وتوفير أموال طائلة تذهب لدعم الخدمات بدلا عن الطاقة المشترعة بعد أن أنهى جولته ولقائه بالقيادات العسكرية والمدنية بمحافظة مأرب وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إلى مدينة سيئون لتفقد أحوال المواطنين والإطلاع على الأوضاع الخدمية والأمنية والتنموية حيث رفقه خلال الزيارة وزير الصحة العامة والسكانة دكتور قاسم بحيبح حيث من المتوقع أن يزور الدكتور معين عبد الملك مديرية تريم للتعرف على حجم الأضرار التي خلفتها كارثة السيول وتسببت بخسائر بشرية ومادية للتنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية لمعالجة الأضرار وتعويض المتضررين كان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله مطار سيئون الدولي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس ومدير أمن حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك العوبة ثاني وعدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني القرار رقم 82 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة لحصر أضرار السيول بمديرية تريم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء وقضى القرار بأن تقوم اللجنة بحصر الأضرار البشرية والمادية في موقع الضرر ورفع تقرير يومي عن نشاطها إلى محافظة حضرموت على أن يعمل بهذا القرار من تاريخه وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائي خلال أسبوع من تاريخ القرار وأن تستعين اللجنة بمن تراهم مناسبا وعلى الجهات ذات العلاقة تقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهمة اللجنة وتضم اللجنة في عضويتها وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالساحل ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء ومدير عام مديرية تريم انطلقت الطائرة الإخلاء الطب سعودي من مطار الريان الدولي بالمكلة تقل على متنها التوأم السيامي يوسف ويسين من أبناء منطقة تريس بوادي حضرموت إلى المملكة العربية السعودية للكشف عن حالتهما وإمكانية إجراء العملية لهما بشكل عاجل حيث تأتي مهمة نقل التوأم السيامي بعد توجهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بسرعة ودون ما تردد ولفت ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور حمد عبدالله الماجد بأن التوأم حضي بعناية مركزة تحت إشراف الدكتور عبدالله الربيع منذ بدء المناشدات من جانبه أكد مدير الخدمات الطبية بالقوات المشتركة العميد علي الكناني أن الطائرتين مجهزتين بأحدث المعدات الطبية مع وجود كادر طبي رفيع المستوى هذا وقدم جد ووالدة التوأم كلمات الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية متمثلة في البلك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد على سرعة التجاوب مع حالة التوأم يوسف ويسين الألعاب الشعبية بوادي حضر موت تشهد إقبالا كبيرا من قبل الشباب في شهر رمضان حيث يتم تهيئة موقع الملعب وتركيب الإضاءة المناسبة مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي ما يميت ليالي شهر رمضان عن غيره من الشهور حيث يزداد الإقبال على الألعاب الشعبية بين الصغار والشباب فلعبة كرة الطائرة واحدة من تلك الألعاب التي تشهد إقبالا كبيرا بوادي حضر موت وتعد من الألعاب الرياضية الشعبية التي تجدد باهتمام الكثيرين في ليالي الشهر المبارك وتنتشر في شوارع الأحياء فهي تحفز المنافسة بحماس وتجمع حولها الأصحاب للعب أو التشجيع يعني كرة الطائرة هذه ما لعبها في شهر رمضان ولعبة محبوبة للاحية وترعش للاحية يعني خصيصا في شهر رمضان فقط حلقات مسجد الصفاء بسيئون عملتها الأخرى على تهيئة الظروف المناسبة لطلابها من أجل استغلال ليالي رمضان وتجميع الطلاب للعب وخصوصا لعبة كرة القدم التي شهدت قبولا في السنوات الأخيرة بوادي حضرمون بليالي رمضان وذلك لما تتميز به من منافسة بين اللاعبين الغرض الأساسي من إقامة هذا النشاط الرياضي هي حفظ الطلاب حفظ الشباب الآن لو ما حصلوا الشباب بيئة حاضنة لو ما حصلت وين بيروحون في رمضان ليل رمضان طويل لذا عملنا نحن مدرسي حلقات مسجد الصفاء هذا النشاط لأجل حفظ الطلاب هذه الركيزة الأساسية طبعا نستفيد من وقتنا بعصال التراويح بلعب أخوانا الطلاب في المحيط التعليمي كامل نستفيد من أوقاتنا ونحفظ وقتنا كي لا يضيع في أي شيء ثاني كما ترون نحن محاطين بمدرسين بكادر تعليمي كامل استفدنا من الكرة في المحيط نحن استفدنا الأخلاق استفدنا التعاون استفدنا الأخوة الألعاب الشعبية تشكل تقاربا مجتمعيا بين الأحياء في التعاون بين الأصدقاء كون الكثير من الفرق الشعبية تعتمد على نفسها والمساهمة فيما بينهم البين في تكاليف تهيئة مواقع وأدوات اللعب محمد باسعدة تلفزيون حضر موت سيئون تشهد مدن ساحل حضر موت أجوى صحوى إلى غائمة جزئيا على فترات ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حار نهارا إلى رطبة معتدلة ليلا وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجوى غائمة جزئيا مع نشوء متفرق لخلايا رعدية بعد ساعات الظهيرة مصحوبة به طول أمطار خفيفة إلى متوسطة السرعة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية السحلية ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة دافئة نهارا معتدلة ليلا فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضر موت أجوى صحوى بوجه عام مع تفرق لبعض السحب الرعدية على المرتفعات ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حار نهارا إلى معتدلة ليلا والآن إلى حالة الضقص ترجمة نانسي قنقر مشاهدين العزاء تحت النشر أعود وأذكركم بعناوينها رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وكيل وزارة السياحة رئيس الوزراء يعقد اجتماعا في مأرب مع قيادتي وزارة الدفاع وهيئة الأركان والقيادات العسكرية محافظ حضر موت يصدر القرار رقم 82 بشأن تشكيل لجنة لحصر أضرار السيول بمدرية ترين برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة نقل التوأم السيامي للعلاج في المملكة عبر طائرة الإخلاء الطب السعودي مشاهدين العزاء انتهت نشرة الأخبار أعود وألقاكم بإذن الله تعالى في نشرات أخرى قادمة حتى ذلكم الحين تحياتي وتحيات إدارة الأخبار وإهلاك